بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضرتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند بداية الأسبوع وبالتأكيد ما ينفعش نيجي كده ويدنا فضية أكيد لازم نيجي النهاردة معنا أخبار وكواليس وحصريات وأنا عارف جمهور الأهلي في أخبار كده وأنا بيحب يسمحها من بدري وأخبار بيهتم بيها وعايز يعرف مشوار الفريق الفترة اللي جاي النهاردة قدر الإمكان هنقول لكم كل التفاصيل وكل الجديد عن مباريات الأهلي الإفريقية والدولية مع الاتحاد الإفريق والاتحاد الدولي حتى نهاية العام كل الموعيد كل التوقيتات حتى لما تسافر قطر هتلعب مباراة كاس التحدي هتلعب مباراة استادلوسيل الساعة كام جبنا لك كل التفاصيل طب دور الأبطال أول مباراة إمتى والساعة كام وآخر مباراة إمتى كل ده النهاردة معنا بكل التفاصيل حالة بالتأكيد هتكون مليانة أخبار وحصريات كتيرة جدا عن النادي الأهلي وعن منتخبنا الوطني وكمان ملف التحكيم اللي بالتأكيد لسه مستمر معنا خلال الأيام الأخيرة الفريق أكيد خد راحة خلال هذا الأسبوع نتيجة طبعا الأجندة الدولية لمنتخبنا الوطني فرصة مرسي الكولر يلتقط الأنفاس راحة سلبية للفريق حتى نهاية الأسبوع استيناف التدريبات بإذن الله هيكون يوم الجمعة اللي جاي وهي فرصة جيدة لتصحيح الأوضاع والترتيبات للمرحلة اللي جاي الأهم أن الأهلي قبل التوقف الحالي متصدر الدوري بالعلامة الكاملة وأكبر رصيد من الأهداف لكن قبل ما أدخل في التفاصيل للأسف يمكن السوشيال ميديا بيبقى فيها شائعات كثيرة جدا والشائعات في البعض بيتعامل معها لأنها أمر واقع والبعض بيتعامل منها لأنها حاجة مسلمة وأكيدة ولكن لما تسمع الخبر من المصدر بتلاقي الشائعات دي كتوغدك في سكة تانية مختلفة بدليل هدي مثال صغير على شائعات السوشيال ميديا النهاردة إحنا في التريند قدر إن كان بنحاول نتكلم عليها طلعت إشاعة أن النادي الأهلي طلب من الاتحاد الدولي أن يحط شعار بطل القارات الثلاث على التي شيرت الرسمي بتاعه المعندس خالد مرتجي في حوار تليفزيوني بالأمس نفى كل دو قال أن النادي الأهلي لم يطلب ولم يفكر في مثل هذا الأمر بالإضافة لأن الاتحاد الدولي هذه الألقاب أو هذه الشعارات بتبقى أمر يخص هو لما بيبقى شايف اللي أنت هتحتاج تحط البطولة دي على شرط بتاعك هيبلغك لكن البطولة لسه مستمرة ده لسه فيه كأس التحدي ولسه فيه كأس لدرب الأمريكتين يوم 11-12 ولسه فيه كأس انتر كونتيننتا اليوم 18-12 فالبطولة لسه مستمرة بالعديد من الألقاب والكووس حتى المباراة الأخيرة على ستدلوسيل يوم 18 ديسمبر هذه واحدة سوشيال ميديا قعدت أسبوع كامل وصور تي شيرتي نزلت وفي الآخر تلقى الكلام كله الناس بتحاول تصطنع معلومة في الآخر الموضوع كله غير صحيح كمان من الشائعات اللي انتشرت على السوشيال ميديا وكانت زي عملت جمرة نار على السوشيال ميديا المشكلة كانت بين حسين الشحات ومحمد الشيبي مبارح لما حصل تصالح ما بين الاثنين في حفل ديرجست لتسليم الأفضل على مدار عام موسم 20-24 سوشيال ميديا يمكن الغالبية العظمة تعاملت مع الموضوع شكل إيجابي ولكن كل واحد كان بيتعامل مع الأزمة دي وبيحاول يكبرها ويشعلها مبارح ما شفتش لا بوست ولا تويتا ولا صورة على الإنستجرام نفس الأشخاص ونفس المجموعة اللي كانت بتحول تشعل للأزمة مبارح هختفت تماما من المشهد إذن علينا أن نتعامل مع السوشيال ميديا لأنها مش أقول فعل اتعامل معها لأنها رد فعل أنت الأساس أنت كمشجع أو أنت كمسؤول أو أنت كلاعب أو أنت كإداري الكل بلا استثناء السوشيال ميديا بالنسبة لك رد فعل وليست فعل تاخد منها وتشتغل عليها اتعامل معها لأنها دايماً بتبقى مرآة أو اللي أنت بتقوله بينعكس بإما بالإجاب أو بالسلب لكن في بعض اللي جانب بتبقى على السوشيال ميديا بتاخد أزمات وتقبرها أو تاخد خبر وتستنع وتفتكس بلغة السوشيال ميديا وبالتالي تصدر لك أزمة اتعامل معها دايماً على أنك أنت الفعل وهي رد الفعل لأنك لو تعملت مع السوشيال ميديا على أنك أنت رد الفعل هتعاني كتير جداً وإحنا هنا أكيد في قناة الأهلي ومن خلال النادي الأهلي بنشوف أخبار كتيرة دايماً بتبقى في السوشيال ميديا غير إيجابية ولكن ما بنتفاعلش معها لا بلايك ولا ببوست ولا حتى بشير ولكن دايما بنتعامل معنا إحنا بنقول الصح إيه والغلط إيه وعشان كده دايماً هنا حتى في قناة الأهلي ومن خلال برنامج الترند بنسبق بالمعلومة من بدري أو لو في قضية بنثرها من بدري عشان نقفل أي مساحة لأي حد عايز يشتغل كلاجنة أو يشتغل كشعلالة الرأي العام أو إيهام الرأي العام بمعلومات غير صحيحة دي مقدمة كانت مهمة جداً بخصوص السوشيال ميديا والكلام اللي بيتكتب واللي بيحاول البعض يستنوا عشان يصدر أزمات للأهلي سواء حتى في تي شيرت النادي الأهلي والصورة اللي كانت مفابركة أو حتى موضوع حسين الشحات والشيبي اللي انتهى بكل شيء إيجاب مبارح صورة كلنا أكيد أسنين على الاتنين لعيبة وعلى كل الأطراف اللي سهمت في حل الأزمة بشكل ودي على هامش حفل دير جست اللي كان أكيد حفل فيه التسليم يعني العديد من لعب النادي الأهلي ومؤسسة النادي الأهلي تكريم كبير جداً على جهد كبير شفناه على مدار الموسم سواء لعيبة أو جهاز فني أو حتى على مستوى النادي الأهلي كمان النهاردة هيكون معنا ضيف مهم جداً هو لأول مرة في برنامج التريند ولكن وجوده النهاردة مهم معنا عشان حاجات كتيرة أولاً قطاعات الناشئين قضية التسنين عندنا منتخب مواريد 2008 حالياً موجود في المغرب عنده تصفيات 17 سنة كل قطاعات الناشئين وأزمتها في القرى المصرية القطاع الناشئين في النادي الأهلي بيتعامل معها إزاي هل النتائج بالنسبة لنا هي الأساس ولا تنمية القدرات وأنك تقدر تجيب مواهب وتصدرها للفري الأول كل دي أكيد ملفات هنتكلم فيها مع الكابتن بدر رجب اللي كان لي مشوار طويل جداً في هذه الجزئيات وفي هذه التفاصيل النهاردة هنتكلم معاه فيها لأن السوشيال ميديا كانت برضو جزء لا يتجزأ من فكرة قطاعات الناشئين والأعمار السنية والتسنين وكل الأضايا اللي شفناها في الفترة الأخيرة حلقة فاكة وليس كتيرة تفاصيل مهمة ولكن عشان وقت الحلقة نبدأ بسرعة بسؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة بسأل حضراتكم هل القرارات التحكيمية في بداية المسابقة ممكن تكون مؤثرة على ترتيب وشكل المنافسة بالدوري ولا لا الكل يدخل يجاوب معنا على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وعلى الإنستجرام ومن خلال منصة إكسي التويتات والتعليقات على سؤال الحلقة وفي الجزء الأخير بإذن الله هستعرض أكبر قدر من تعليقاتكم على سؤال حلقة النهاردة من برنامج أل تريند لكن نروح دلوقتي لأهم العنوم البداية في تريند الأهلي الفريق يعود للتدريبات 15 نوفمبر الجاري وفي التريند المحلي المنتخب يخوض تدريبه الأول اليوم على استاد الدفاع الجوي وفي التريند العالمي تقلق صلاح حديث العالم نروح بسرعة لاستعراض مباراة اليوم وبالتأكيد بتتكلم في السبت والحد الممتاز الدوريات الأوروبية والنتائج المهمة بالتأكيد في الدوريات الأوروبية الكبرى الدوري الإنجليزي يمكن فيها عدة مباراة انتهت منذ قليل نيو كاسل كسب نوتينجا هانفورس تخارج أرضه 3-1 وتوتينهام على أرضه المباراة دي كلها خلصت توتينهام على أرضه خسر أمام أسوبشانتاون 2-1 فريق أبسيتشانتاون ده الفريق اللي بلعب فيه سام مورسي بنبرك له على الفوز على توتينهام 2-1 منشستر يونيتد كسب ليستر سيتي 3-0 والساعة 6 ونص تشيلسي يصديف أرسلال الدوري الإسباني منذ قليل انتهت مباراة تريال بيتيس وسيلتا فيجو 2-2 وفي هذه الأثناء ريال مايوركا بصديف أتليتكو مادريد 7 ونص بلد الوليد يصديف أتليتكو بالباو ختافي مع جيرونا وفي العشرة ليرسوسيداد يصديف برشلونا الدوري الإيطالي ومنذ قليل نهاردة يوم المفاجآت على فكرة أطالنطا كسب أودونيزي 2-1 وفورنتينا كسب هيلس فيرونا 3-1 ورغم على أرضه خسر ووقف وسط جمهوره 2-3 أمام بيلونيا بقولكم النهاردة يوم المفاجآت الساعة 7 موينزا يصديف لاتسيو وإنتر ميلا يصديف فنابولي في العشرة اللاروب دي كانت أبرز مباريات اليوم في الدوريات الكبرى أكيد مشاهدة ممتعة لكل السادة المشاهدين فاصل ثم نواصل موسيقى 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 هبدأ مع حضركم بالتأكيد في فقرة توب نيوز جوائز ديرجست اللي فاز بيها مبارح نجوم النادي الأهلي جوائز مختلفة على إنجازات وبطولات تحققت على مدار موسم كامل محلي وإفريقي ودولي يمكن استحوى الزلاعبه وإدارة الأهلي على جوائز الأفضل لعام عشرين أربعة وعشرين بالحفلة الذي أقامته مجلة ديرجست مساء أمس السابق فاز لعبه الأهلي بأغلب الجوائز وعلي معلول أفضل زهير أيصر شايفين طبعا الصورة الجامعية دي صورة تاريخية بالنسبة طبعا للقرى المصرية وللنادي الأهلي وبتوسط بالتأكيد الصورة دكتور محمد شوقي وكمان دكتور أستاذة طريق أنديل وكابتن خالد بيبو وإمام عشور وسام أبو علي حسين الشحات مروان عطية وحارس المرمى الشاب مصطفى شبير علي معلول خد أفضل زهير أيصر مصطفى شبير خد أفضل حارس مرمى علي أفضل مهاجم حسين الشحات أفضل جناح مروان عطية أفضل لاعب وسط والنادي الأهلي أفضل نادي يعني أكيد ده جوائز مختلفة بس الجميل كمان في الجوائز أنت عندك يا مام عشور واحد جايزتين في جايزة واحدة يعني أفضل لاعب وبتتكلم كمان على أفضل لاعب خط وسط مهاجم نتمنى التوفيق يا رب بإذن الله لأسرة النادي الأهلي خلال المسم المقبل وزي ما شفتوا كمان خليد بيبو خد أفضل مدير كورة وجوائز مختلفة وعديدة للنادي الأهلي عايزة أفكركم أن جوائز الاتحاد الأفريقي في الفترة الحالية بيتم التصفية لأفضل ثلاثي في كل الفئات اللي بيتم التصنيف عليها أو التصويت عليها عشان الجايزة يوم 16 ديسمبر في المغرب مصطفى شبير بيقترب أن يتواجد في واحدة من الاتنين يا أفضل حارس يا أمد من أفضل لاعبي مصابقة دوري أبطال إفريقيا وبإذن الله النادي الأهلي كالعادة هيكون أفضل نادي في أفريقيا في الجازة اللي هتتسلم في المغرب منتصف الشهر المقبل ده أول حاجة في التوب نيوز الحاجة التانية أو الخبر التاني متعلق بمنتخبنا الوطني النهاردة أول تدريب لمنتخبنا عنده مباراتين المنتخب تعهل لكاس الأمم في المغرب أمام بوتسوانا والرأس الأخضر طبعا 12 نقطة من 4 مباريات فالحمد الله الأمور جيدة بالنسبة لمنتخبنا الوطني فيه غيابات نتيجة الإنزالات مروان عطية وتريزيجية فيه إصابات رامي ربيعة ياسر إبراهيم ولكن جهاز المنتخب أعلن القايمة بالأمس 25 لعب ويمكن فيه عناصر جديدة داخلت أبرزهم طاهر محمد طاهر زي ما أعلننا قبل كده وأن طاهر هيكون موجود مع مصطفى فاتحي وعمر مرموش وابراهيم عادل ومعظم اللاعبين اللي موجودين فيه قيمة منتخبنا الوطني شناوي المهدي سليمان عواد مصطفى شبير دول حراس المار موضعكم طبعا قيمة المنتخب اللي بدأت النهاردة في أول يوم في المعصق ولكن بالنسبة لقيمة المنتخب الساعات الأخيرة حصل كده إيه حاجات ما كانتش جيدة وأمور ما كانتش ولا بد إيه هي غير معقول وغير مقبول إن يكون عضو في اتحاد الكورة بيمارس مهام إعلامية أو دور إعلام وعنده برنامج ويتكلم بطريقة ليست مناسبة على واحد من نجوم النادي الأهلي وهو إمام عشور وأنا هنا بخص بالأمر وبالذكر هنا يا دكتور إيهاب الكومي عدوا اتحاد الكورة ودي مش أول مرة يمكن ده الخطأ اللي بيتقرر معاه للمرة التانية أو التالتة على مدار آخر سنتين منذ أن تم انتخابه في اتحاد الكورة فكرة أصلي صديق ليه يقال لي يعني هو صديق ألك ولا تسريب ولو اتحاد الكورة بيدار بكلام الصحاب أو ده همس في ودني أنت سهل جدا قاعده في اتحاد الكورة يبقى عندك تواصل مع جهاز المنتخصي لو أنت عندك معلومة من جهاز المنتخب أنه أساساً مش عايز إمام مش يغلط لعطول الكلام ده لأن أنا هقول لك على معلومة ممكن ما تكونش عندك الجهاز الطب للمنتخب لما سأل الجهاز الطب للأهلي على المصابين ما سألش غل على رامة ربيعة لأنه هو بالنسباله لا مم موجود ولا حسين الشاحات موجود أتمنى يكون درس نعي جيدا الكلام اللي بنقوله قبل ما نطلع في الميديا ولا لو ما سول في اتحاد الكورة هغير قرار رئيس بأسة منتخب الشباب اللي موجود حالياً في المغرب وغير دكتور إهاب لحد تاني فاصل ثم نواصل أعلم بحضراتكم من جديد الفقرة اللي جاية معايا فقرة تريند تريند احنا اختلفنا خلاص وقلنا وشرحنا فكرة الطوب نيوز والأخبار اللي معانا النهاردة في الفقرة دي فيه جزء مهم جداً على السوشيال ميديا الناس بتسأل على مواعيد مباريات الأهلي الفترة اللي جاية المشاركة القرية المشاركة الدولية ايه اللي جاي بالنسبة للنادي الأهلي النهاردة احنا جايبين لكم كل مواعيد المباريات اللي هالأهلي مقبل عليها في دور الأبطال وفي كأس فيفا انتر كونتيننتل باليوم بالتاريخ بالساعة بالملعب نبدأ مع بعض بأول حاجة مباريات الأهلي في دور أبطال إفريقيا وتحديداً مجموعة النادي الأهلي المجموعة الثالثة في دور أبطال إفريقيا تم الاستقرار بشكل رسمي ونهائي على المواعيد الرسمية من قبل الاتحاد الإفريقي مع الأندية والاتحادات لكل المشاركين في دور الأبطال المجموعة الثالثة اللي الأهلي بيشارك فيها مع استاد أبيتجان وشباب بولزداد وأورلانتو بايرتس الجنوب إفريقي نسترد مع بعض الجدول المواعيد الرسمي والذي تم اعتماده في الساعات القليلة الماضية الجولة الأولى يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الآهلي يواجه استاد أبيتجان على استاد القاهرة الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة وإحنا من حوالي إسبوعكم نقول لحضراتكم أن كولر طلب أن كل مباراة الآهلي في القاهرة تكون الساعة 6 فده بشكل رسمي خلاص تم الاستقرار أن مطش الآهلي واستاد أبيتجان على استاد القاهرة الساعة 6 في نفس اليوم يوم الثلاثاء 26 نوفمبر في الجولة الأولى شباب بولزداد الجزائري هيستضيف أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقيا على ملعب 5 جوليا الساعة كام؟ الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة طب الجولة الثانية الآهل هيسافر جنوب أفريقيا يلعب في جوانسبرج يوم السبت 7-12 مع أورلاندو بايرتس المباراة هتكون الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة في نفس اليوم استاد أبيتجان على ملعبه فريكسي وفواني في أبيتجان هيستضيف شباب بولزداد الجزائري هتبقى المباراة الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة نروح للجولة الثالثة يوم السبت 14 ديسمبر استاد أبيتجان هيستضيف أورلاندو بايرتس على استاد فريكسي وفواني في أبيتجان الساعة 6 مساءً ومباراة الآهل والشباب بولزداد تم تأجيلها بشكل رسمي هي جولة الثالثة على استاد القاهرة لمباراة الآهل وابلزداد ولكن تم تأجيلها والموعد الأقرب لإقامة مباراة الآهل والشباب بولزداد في القاهرة يوم 22 ديسمبر عقب عودة الآهل من قطر نتمنى بإذن الآهل يقعد في قطر ليوم 18 ويلعب الفاينال أمام ريال مدريد يوم 18 ديسمبر على استاد لوسيل ولكن بمغرد العودة الآهل بعدها بـ 72 ساعة هيلعب مع شباب بولزداد المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة على استاد القاهرة الدولي دي الموعيد الرسمية اعتمدها وسجلها عندك من خلال شاشة قناة الآهل بنقولها لحضراتكم بعد الاعتماد الرسمي وارسلها بشكل رسمي لكل الأندية المشاركة في دور الأبطال وتحديدها هنركز على مجموعة الأهلي في دور أبطال إفريقيا طيب ده دور الأبطال طيب الأهلي لما يسافر قطر هل الموعيد تم الاستقرار عليها؟ تم الاستقرار عليها هنقول لكم الأهلي هيلعب في قطر الساعة كان بتوقيت القاهرة يلا بنا نروح مع بعض عشان نكشف عن موعيد الأهلي في مبارتي فيفا انتر كونتينلتل في قطر على كاس التحدي الأهلي هيلعب يوم 14 ديسمبر مع الفائز من درب الأمريكتين وباتشوكا المكسيكي على ملعب تسعة سبعة اربعة المباراة تكون الساعة ستة مساء بتوقيت القاهرة سجل عندك التوقيت ده يوم 14 ديسمبر الأهلي هيلعب في قطر الساعة ستة بتوقيت القاهرة طيب إذا ربنا قرمنا ولوصلنا الفاينل أمام ريال مدريد على كاس انتر كونتينلتل يوم الأربعة 18-12 مع الريال على ستدلوسيل الماتشو هيكون الساعة سبعة مساء بتوقيت القاهرة سجل عندك التوقيت ده وده توقيت تاريخي مش هنننسى أكيد بإذن الله إذا وصلنا للفاينل ولعبنا الريال ضربة البداية والانطلاق أمام الريال هتكون الساعة سبعة مساء بتوقيت القاهرة إذن الأهلي لما يلعب في قطر يوم 14-14 يلعب الساعة ستة بتوقيت القاهرة ولما يوصل فاينل مع الريال هيلعب على كاس انتر كونتينلتل الساعة سبعة بتوقيت القاهرة سجل عندك في الأجندة خط التواريخ وسجل الموعيد واعرف من دلوقتي الأهلي هيلعب في أفريقيا إمتى وفين والساعة كان ولما يطلع على قطر مع الفيفا هيلعب إمتى وفين والساعة كان حكام المباريات قريب جدا قبل نهاية الأسبوع هنكشف لحضراتكم حكام كل المباريات دي سواء دور الأبطال مع الاتحاد الإفريقي أو مباريات الفيفا مع الاتحاد الدول توقف التحكيم اللي هيتم الاستقرار عليها بشكل رسمي في الفترة اللي جاي طب ده واحد اتنين في ترند ترند أكيد الموضوع اللي شغل بال كل الجماهير التحكيم ولكن النهاردة نعند التحكيم من زاوية تانية مش هتكلم على وقعة التسريب خلاص دلوقتي الموضوع برمته أمام جهات التحيي وأكيد كلنا بنستنى ونشوف النتائج اللي هتسفر عنها جهات التحيي في الفترة اللي جاية واتحاد القرى حتى لما طلع قرار بإقالة اللجنة بالكامل محمد فاروق وابراهيم نور الدين والكابتن سيد مراد أكيد مليون في المية كتب فيه صياق البيان أو الخبر أنه هيكشف التفاصيل مجرد ما يجيله خطاب النيابة بكل تفاصيل ونتائج التحييات أقول لكم بالمناسبة يمكن الحكام المصريين تم اختيارهم لدور أبطال إفريقيا والمتشاطة اللي هتلاعي بنهاية الشهر مباراة سانداونز ومنياما الكنغولي محمد معروف ومحمد عادل عندهم ماتشي في جنوب إفريقيا تم الاستقرار على اختيارهم من الاتحاد الإفريقي ألا أقول لكم معلومة دلوقتي خاصة وحصرية لكل السادة المشاهدين محمد معروف ومحمد عادل عندهم مباراة في جنوب إفريقيا ما بين سانداونز ومنياما الكنغولي محمود البنة عنده مباراة في تونس ديربي ومباراة قوي جدا ما بين الصفاقسي ونادي كونسطنطينة الجزائري فدي التعينات اللي وصلت لحالا من الاتحاد الإفريقي لطواقم حكام مصريين رغم البلبلة اللي موجودة ولكن عادل ومعروف عندهم ماتشي مع سانداونز في الدور الجولة الأولى لدور أبطال إفريقيا بالمناسبة كمان في معسكر للمحليين تم اختيار محمود ناجي وحسام عزب حجاج محمود ناجي حكم في بطولة الشان اللي هتتلاعب في أسيوبيا وأغاندا وتنزانيا أو كينيا 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 وأغاندا وتنزانيا سوري مش أسيوبيا كينيا وأغاندا وتنزانيا وكمان على الفار لأول مرة حسام عزب حجاج تم الاستعانى به في معسكر للاتحاد الإفريقي عشان بطولة الشان اللي هتتنظم أوائل العام المقبل ولكن تعالوا بقى هنا نتناقش في حاجة مهمة جدا بعد مباراة الآل وزد كل خبراء التحكيم في مصر قالوا زد ليه ضرب الجزاء وطبعا لما سمعنا خبراء التحكيم في أوروبا حتى على المستوى العربي كابتن جمال الشريف قالك الأهل هو ليه فاول كورا مش ضرب الجزاء بعد مباراة سموحة والزمالك كل خبراء التحكيم أجمعوا على أن سموحة لم يتعرض للظلم وكأن الأراءة كلها رايحة في اتجاه واحد إيه الأسباب أنا مش مدرك ومش فاهم عايزين يقولوا إيه بس أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا ومش بتكلم على الكل أنا بتكلم على ناصر معينة والأيام هتكشف ده لحضراتكم ومش بعيد أنا قريب جدا أقول لكم مين بس أكد أجزم وأكد لحضراتكم أن في خبراء التحكيم بيطلعوا بيتكلموا على الشاشة والله العظيم بيتفرجوا على المتشاط أنا بحلب بوالله في حكام خبراء التحكيم بيطلعوا يحللوا حالات على الهوى من غير ما يتفرجوا على المباراة ده واحد الحاجة التانية في حكام سابقين أو خبراء تحكيم بيطلعوا يحللوا حالات تحكيمية وهم أساسا مش محاضرين الملف ده شايك قوي والنهاردة الناس تقولوا أنت بتضرب قنبلة في الوسط الرياضي أنا عارف بقول إيه في خبراء وحكام سابقين بيطلعوا يحللوا حالات تحكيمية وهم مش محاضرين مدوش محاضرة واحدة للحكام لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الإفريقي ولا على المستوى الدولي كده كده البلاتفورم بتاع الفيفا للمحاضرين معروفين مين سواء على مستوى الفيفا أو على مستوى الكاف ولكن أنا بأكد لكم فيه ناس بتطلع تحلل تحكيم في الدولة المصري مش خبراء ومش محاضرين عشان كده بتلاقي فيه اختلاف في المعايير فيه اختلاف في القرارات فده واحد فيه ناس ما بتتفرجش وأسماء على فكرة ممكن تكون مفاجأة لحضراتكم بييجي على الهواء فجأة وريني الحالة يقولها على الهواء درس أبعاد المباراة شافي الحالات في المباراة عمل مقارنة بين المباراة والتانية حدش بيذكر طبعا لكم على مفاجأة تعالوا نستعرق كده لعبة للكابتن طريق مجدي اللي قدر مباراة سموحة والزمالك والاسبوع اللي قبلها كان بيدير مباراة ما بين طراء الجيش والمصري تعالوا نشوف اده هنا ايه واده هنا ايه لانه اكيد لو شفتوا الاختلاف في القرارات هتستغربوا هوا هي المعايير او اللي اعتبراتي بتتقال ايه في مباراة الجيش والمصري قدامكم السورة هي على الشاشة في الجيش والمصري على فكرة طريق مجدي حاكم الاسبوع الاول والاسبوع التاني في الملعب في الجيش والمصري اده على دي كرت احمر طبعا تلعبت سموحة والزمالك اهي دي الدفاء انذار حد الشيطة يقول لي اعتبارات اصل جامل مسافة قريبة اصل رجلو كتمتنية كابتن عسى عبدالفتاح قال لك اصل رجلو كتمتنية كده كده فهو كمل عليها يعني يكسرها له يعني عشان ياخد كرت احمر ما هو بيعرضوا للخطر بلاش التلاعب في الاعتبارات يا كابتن يا كابتن الاعتبارات واضحة جدا في القانون بلاش التلاعب فيها لو انت مذاكر بقى وبتتفرج على المباراة انا قلت والله العظيم اسماء حكامك كبار جدا هتتفاجئوا لو قلتهم مين ما بيتفرجوش على المطشاة ومعندهمش اصلا رؤية لفكرة الاسبوع الاول حصل في ايه والاسبوع التاني حصل في ايه احنا النهاردة بنعرض لكه طريق مجدي في لعبتين قرارك المختلف ادى في الجيش والمصري كرت احمر وفي سموحة والزمالك ادى انذار ده على اساس ايه انا مش عارف يبقى بالتالي ده نقطة مهمة جدا بنتكلم عليها بالنسبة لخبراء التحكيم طب اقولكم على المفاجأة تالتة لعبة الهدف التاني للزمالك في مرمى سموحة اللي الكل قال عليها تسلل او مش تسلل انتوا عارفين ان حكام الفار الكابتن عمر الشناوي في اللعبة دي مرسمش الخطوط اصلا حد يقول لك اصل الخطوط كانت بايزة اصل التقنية كانت فيها مشكلة انا بتحدى اي حد في اتحاد الكورة ومش هقول تسريب ان اللعبة دي حكام الفار مرسموش الخطوط ايه رأيكم ومحدش يقول لي اصلت رسمت واتبعتت المخرج والمخرج ما طلحاش المخرج ما جاتلوش خطوط انا عارف بقول ايه كويس اوي فرسالتي الخبراء التحكيم ما تطلعش على شاشة وتتكلم الا ما تبقى مذاكر وسائل كويس اوي وعارف اللي بيحصل في اللعبة دي هل حد هيحاسب عمر الشناوي ازاي ما رسمش الخطوط حدش هيحاسب حد محدش هيحاسب حد ولكن تم تشكيل لجنة حكام جديدة برئاسة الكابتن ياسر عبد رقوف نتمنى له التوفيق مع الكابتن تامر دوري ويمكن الميزة في اللجنة دي عن اللجنة اللي فاتت ان اللجنة دي فيها اتنين محاضرين انا بركز دائما في العلم العلم والمعارفة مهمة جدا كابتن ياسر محاضر كابتن تامر دوري محاضر فيفا على فكرة يمكن هو وعصام عبد الفتاح اتنين من مصر بس المحاضرين فيفا في البلاد فورم الأخيرة اللي الفيفا كان كشف النقاب عنها فعندك اتنين محاضرين اللجنة اللي فاتت ما كانش فيها ولا واحد محاضر لا محمد فاروق محاضر ولا ابراهيم نور الدين محاضر وحتى كابتن سيد مراد جيف في الأيام الأخيرة وما كملش خمس أيام ولكن اللجنة دي فيها اتنين محاضرين انا عارف انهم هشتغلوا في المعاصقر اللي جاي في فترة التوقف الدوري الدوري يعني بسبب لجندة دولية محاضرات ومعاصقرات وتأهيم نفسي للعديد من الحكام نتمنى لهم التوفيق مهمة صعبة جدا مقبلة لللجنة الحالية نتمنى لهم انهم يشتغلوا بشكل مختلف تماما عن الفترة السابقة اميس حاجة عجبتني في الكابتن ياسر لما صرح وقال انا مش هتكلم في اي وسيلة اعلامية عشان جايين نشتغل مش نتكلم وده حاجة انا بيحييه عليها هو وكل عضاء اللجنة لان كان اكبر ازمة بنوعاني منها في اللجنة السابقة كانوا بيتكلموا كثير وبيشتغلوش شو واللقطة والظهور الاعلامي ولكن شغل على الارض الواقع مفيش بدليل ان اول اسبوعين كوارث تحكمية كوارث تحكمية لما تلاقي ست سبع مباريات نتيجهم بسبب الاخطاء التحكمية تعرف انها كنا راحين في الكارسة بسبب اللجنة السابقة فنتمنى التوفيق لللجنة الحالية وهنتابع ونشوف الشغل الفترة اللي جاي بعد التوقف هنرجع على مباراة الاتحاد السكندري هنبص على التعيينات هنشوف الحالات الفنية نتمنى لهم التوفيق عندنا ثقة كبيرة جدا في ادائهم في خبراتهم انهم يقدروا يلحقوا المنظومة دي قبل ما كانتها تغرق لو كانت اللجنة السابقة مكملة معنا شوية في الفترة اللي جاي ده اللي قدت عايز اقوله بالنسبة لخبراء التحكيم لان بصراحة كنت بطلع اشوف حاجات غريبة جدا ناس ما بتتفرجش ناس بتقولها اعتبارات غريبة فللأسف ناس بتطلع تتكلم وهم مش محاضرين دي كانت فقر الترند الترند اللي فيها تفاصيل مهمة جدا والناس على السوشيال ميديا بتسألنا وبتبعت لنا السفسارات في موضوع التحكيم موضوع مباريات النادي الاهلي اخرج لفاصل وبعد الفاصل بينورن وبيشرفني الكابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين وصاحب سلسلة كبيرة جدا من الاسماء والمواهب اللي تم اكتشافها سواء في مصر او خارج مصر على مدار سنوات طويلة جدا هينورنا وشرفنا لأول مرة في برنامج الترند الكابتن بدر رجب ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الحورية مع واحد من النجوم النادي الاهلي كلاعب وكمسؤول وكمدرب يمكن يشتغل فترات طويلة جدا في قطاعات الناشئين سواء في مصر او خارج مصر اكتشفت مواهب عدة يعني لو هنقول قائمة اسماء عندنا قائمة كده مطولة بنتكلم مثلا في عشرين خمس عشرين لعيب يمكن متعلقين حاليا حتى في الملاعب المصرية والملاعب العربية النهاردة بيشرفنا لأول مرة في برنامج التريند عشان نتكلم معاه ملفات كبيرة جدا وملفات كانت تريند على السوشيال ميديا أبرزها قطاعات الناشئين نظرة المواهب قضية التسنين منتخبات الناشئين نتائج القطاعات في الفترة الأخيرة شغل اتحاد الكورة مع القطاعات دي كل ده بيتا كده هنتناوله في الحديث مع الكابتن بدر رجب كابتن بدر من نور الدنيا سعداء بوجودك معنا على شاشة قناة الأهل سعد بوجود معك محمد وأتمنى إن شاء الله نبقى دهوف خفافة على الإخوة المشاهدين وخصوصا جماهير النادي الأهل اللي احنا عشاق لهم أكيد وجودك النهاردة كمان مهم جدا عشان نتكلم على ملفات كتيرة جدا كانت في قطاعات الناشئين السوشيال ميديا كلها بتتكلم عليها أكيد الفترة اللي فاتت دي كان فيه أحداث كبيرة جدا خصوصا على مستوى المنتخبات القومية وعلى الأندية إنها تراجع نفسها بما فيهم إحنا كنادي أهلي بحيث إن إحنا يبقى عندنا نظام شفاف لكل العالم العربي والأفريقي والمصري بالتحديد بحيث إن إحنا يبقى عندنا قاعدة سليمة في البراعم والناشئين عشان نمد الفريق الأول والمنتخبات بلعيبة إن شاء الله تكون سليمة وقد المسؤولية ويبقى عندها وعي ومش لعيبة بتاخد مكان لعيبة طيب أبدأ معاك بغيث تسنين واللغية دي شغل بالكول للرأي العام الموضوع ده لسه مستمر ولسه فيه كلام كده لغاية دلوقتي وتطلع قيمة بعشر لعيبة في منتخب من المنتخبات ويتم استبعادهم ويكون لهم تأثير كمان على الأندية بتنافس مع الأهل في القطاعات خلينا أقول لك محمد إن القصة دي أنا كنت كلمت فيها من سنة واتهاجمت وجوم شديد وفي الآخر ترى كلامي صح لأن أنا لدي نظرة مستقبلية وعندي من الخبرات إن أنا قدر أحكم على اللاعب بدون كشف بناء على سرعته وقوته وتكوينه الجسماني والشكل العام لللاعب يبان أنت سنك قد إيه لكن ده كنت بتهاجم فيه والحمد لله طلعت نظرتي السليمة جدا استبعاد لعيبة من المنتخبات استبعاد لعيبة من الأندية في فترة اللي جاية وربنا يسطر ما يرجعش حد تاني من المنتخبات اللي سفرت خصوصا موليد 2008 ده اللي ظهر على الشاشة وده اللي ظهر في خلال الفترة الأخيرة أتمنى بقية المنتخبات اللي قادمة يبقى الأمور تبقى أحسن وإن كنت أشك لأن الأندية هي المورد الرئيسي لعملية التزوير والتسنين وأنا أعني ما أقول وفي فترة بين التزوير والتسنين التزوير في بعض الأوراق يعني لعيب يلعب باسم ابن عمه يلعب باسم أخوه يلعب باسم واحد ميت ده تزوير هي وصلت لي كده أه طبعا ده تزوير التسنين أن أنت تساب بما أنك تولادت برا للمستشفى فتساب سنتين ثلاثة أربعة خمسة من جلش هالة ملاد وبعدين تعمل شهادة ملاد في نفس السنة وتبقى أنت موليدك يعني يبقى عندك خمس سنين فتتأيد عندك شهرين فتلعب بقى أنت أبو محمد وبتلعب ضد ولد مسكين نفس الموليد أنت ضربه خمس ست سنين وبيلعب جنبك فيبني الفرق الكبير ده وفي الآخر المحصلة نتائج وهمية مكاسب وهي لاست لها أساس من الصحة الوجود الأساسي لمنتخبات الناشئين والهدف منها هي أن أنت تطلع لعيبة الفريق الأول أي قطاع ناشئين مهمته الأساسية مش أن أنت تاخد بطولة أو تاخد كاس أو تاخد بدلية خشب يعني فيه أنديا كتير مهتمية جدا أو مدربين أنه يكسب بطولة بغض النظر عن قصة السزوير أو التسنين أنا ما بقولش كده باع في أي نادي بما فيهم من نادي الأهلي لو عندنا لعيبة طلع عليها حاجة أنا أول واحد في الكطاع بطلب أنها تتشطب من السجلات ما تبقاش موجودة لما أبدأ الغش وعدم الأمانة أن أنت تاخد مكان لعيب موهوب وتلعب مثلا 3-4-5 سنين في سن من سنك يعني أنت قضيت على على 5 أجيال في نفس مكانك ولعيبة مثلا موهوبة بس مشكلتها الأزلية أنها كانت طبيعية مشكلتها الأزلية أنها اتولدت طبيعي وتأيدت طبيعي في معدها وحضرتك أنت تحيالت وزيفت وفي الآخر بتبطل كورة يريدك بتكمل ما فيش لعيب على مستوى من ساعة ما اشتغلنا في التدريب واشتغلنا في كرة القدم مزور أو مصنن كمل كورة ما بيكملش كورة هاي يجي عند مرحلة سنية معينة وهيتوقف المضاب عندما تتساوى القوة محمد خلاص ما بقاش في فرق عندما تتساوى القوة ما بقاش في فرق لأن أنت كلعيب أنت كمان اتحرقت بما أنك كبير بتلعب في سنك و السن الأكبر منك و اللي أكبر منك على أن ده سنك الطبيعي لكن أما تجي تحسب سنك الطبيعي أنت بتلعب في السن الأكبر منك في مسابقتين هو ده سنك الطبيعي مشكلة كبيرة شوف بقى أنت بطلت كم لعيب وخدت كم بطولة لناديك كل ده محصوب لك بس على مستوى منتخابات احنا مش موجودين بسبب المضادة احنا تلات منتخابات يا محمد تلات منتخابات منتخب الكابتن محمد عمر الكابتن عمر أنور الكابتن ربيع يسين رجعنا بدون أي نتيجة خد بالك تب تتكلم على مصر مصر دي العالم كله بيحترمها على جميع الأصعيدة سياسية اقتصادية اجتماعية رياضية أنت بتتكلم على مصر وقدر النادي الأهلي أنه هو بيلعب لمصر وبيشتغل لمصر وهم يبقى عندك لعيبة في المنتخبات من النادي الأهلي لمنتخب مصر دي نجاحات أنت بتتكلم في أحسن منظومة على مستوى أفريقيا وآسيا ألوى هي النادي الأهلي أنجح منظومة موجودة في أفريقيا وفي أسيا النادي الأهلي صدفة معك في مرة وانت بتلعب قدام فريق منافس اللعيب بيلعب بشهدة ميلاد أخوه أو بالطاية أخوه أو بإسم أخوه ده كتير كتير؟ ده موجودة في مصر دلوقتي ده ده السائد الأعلى ده أنا كنت أعسلك على لعيب ولا اتنين ده كتير؟ لا 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 ده بيه السائد السائد بيه المدربين والمدربين اللي ما عندهاش لعيبة مسننة ومزورة بتبقى ضعيفة جدا فلازم كل فرقة بفئة أربعة خمسة كده يسندوا الفرقة علشان ياخدوا بطولة ياخدوا نتيجة علشان ياخدوا نتيجة وبطولة لكن على المستوى الأندية اللي زورت أملك شفتها في أفريقيا؟ لا أملك شفتها خالد دوي؟ خالص أملك شفتها في منافسة؟ لا تمام هم أحسن كتاعات ناشئين على مستوى مصر الأندية اللي بتزور هم فين من الفريق الأول؟ هم فين من حظ البطولات؟ طالما أنا أكتعنا ناشئين قوي مكسر الدنيا أما أطلع الفريق الأول أكسر الدنيا تم إنت فين؟ أنت اللي بتكمل؟ وبتحرق نفسك وبتحرق لعبتك أولى منك تبقى موجودة مواهب بتتقتل خد بالك محمد إحنا بنتكلم في قضية أولا عندنا قضيتين بيدمروا كرة في مصر يوسف نقول لك كده أولا التصوير والتسنين وتداخل أولاء الأمور في كرة القطب دي جزئة الثالثة اللي أنا شفتها في مراحل كتسابقة يعني لسه الغد دلوقتي أولاء الأمور بيبقوا موجودين في الملعب وبيتدخلوا وبيتناشوا وليه الأمر بيلشي لابنه والمدرب بيقول حاجة تانية بما أنك أنت حضرتك في البيت أكبر ساعات بيتبقى موجود مع الولد فالورد مرتبط بيك بتأثر بيك مش كده ولا هي بتأثر بيك فزي اللي بيودي طالب عند اتنين مدرسين مثلا إنجليزي ده بيحل بطريقة وده بيحل بطريقة ده بيعلم بطريقة في الآخر مبقاش هنا ولا هنا وبعدين أي وليه أمر جايب ميسي جايب مارادونا طب ما للمدربين والأندي ده بيشتغل ليه شغلتها إيه يعني المدرب ده شغلته إيه ينمي مواني مش ينطقي وبعد الانتقاء يعلم وبعد ما يعلم يدرب وبعد ما يدرب يطور طب دور ساعاتك إيه حضرتك كوالية أمر بجانب بقى التزوير والتسنين بجانب التزوير والتسنين إن أنت تحفز وتشجع ابنك هو ده دورك هو ده دورك إن تعلمه يبقى ملتزم تعلمه يبقى شخصية أنت النادي الأهلي الميزة بينه بالأنديات تانية أنت بتدور على العيب يمثل شخصية النادي الأهلي لأن النادي الأهلي بيلعب بإسمه مصر في البطولات في كاس العالم الأندية في البطولات الأفريقية فبتمثل مصر فأنت محتاج لعيب يبقى عنده شخصية من الصغر أنت بترب شخصية مش من هو كبير ينزل عليه الواحد فبقى شخصية قوية لا الشخصية دي تنمى وتكبر مع اللعب من الصغر من التزامه من حضوره للتدريبات من تنفيذ التعليمات من النظام اللي يمشي فيه في النادي كل دي حاجات حضرتك بتبقى متواجدة وبتنشأها في اللعب وبتحافظ عليها وبتنمها له وبتطورها فيه مش لعبة بس يا ما لعبكت كبيرة جدا فنيا ومهريا وخططيا وتكتكيا نقول زي ما أنت عايز وما كملتش كرة وفشلت في الاحتراف الخارجي ورجعت مصر بطلت كرة عشان شخصيتها مهزوزة وضعيفة هو ده قدر النادي الأهلي أن أنت بتعمل شخصية لللاعب عشان ما تلعب في النادي الأهلي وتلعب في منطقة مصر تبقى بتدافع عن علمك وعن شعار مديك وشعار فلنتك اللي بتمثلها طب كابتن بدر كل المشاكل بتحكيه هذه القطاعات فين؟ اتحاد الكرة فين؟ شوف خلينا أقولك في حسابات إحنا براها لكن لو كل ولي أمر عمل حاجة مخالفة كل لاعب خدمة كان لاعب اتشطب أو توقف خمس سنين زي ما لعب خمس سنين في المراحل مش بتاعته سدقني الزرد دي هتنتهي مدى الحياة أنت بتقترح أن اللعيب اللي يزور في عدد السنوات يتوقف في نفس الفترة نفس الفترة استحالة حده هيزور واستحالة حده هيسنن ويبقى فيه لجانة تبية مسؤولة مسؤولة أنا عايز أقول لحضرتك حاجة فيه ناس مزورة ومسننة بتطلع سليمة وبين العيان أنها كبيرة في السن وفيه ناس مولودة في أوروبا اللي هي الساعة والدقيقة والطايم بيطلعها كبار اديني عقلك ازاي ده مش هفتاش مش هفتاش غير عندنا هنا دور الاتحاد مهم جدا وإن كنت على الهوى هنا في قناة الأهل الحبيبة بالنسبة لنا بشكر الكابتن علاء نبيل لو قفوا ضد الظاهرة دي وبيحارب الظاهرة دي بكل ما يملك لكن أنا عايز كل الناس تجتمع على الظاهرة دي كأندية عايز أندية يبقى عندها ضمير عايز أندية يبقى عندها ضمير أي لعيب يتمسك بما فيهم إحنا النادي الأهلي أنا لا أتنصر من أي مسؤولية أي لعيب يتمسك مزور أو مسنن علينا أن ناخد معاه قرار فوري إنه ببقاش موجود ومش يمشي من النادي اللي هو فيه روح نادي تاني يلعب عشان ما هو يتحرم من الأندية بما أنه يتمسك فالنادي مش هيلعب فاللي جاي بعد كده هيخاف يعمل كده عشان مش هيلعب بعد كده في أندية تانية مش هيقرر ده تمام النادي الأهلي طول عمره سباق فأخذ أي قرار عقوبي أو تربوي حتى في لعيبتنا يعني قبل الاتحاد ما بياخد قرارات النادي الأهلي بيعاقب لعيبته وحصلت في الفريق الأول وحصلت في قطاع الناشئين وبتحصل في البراعم وبتحصل عندنا أنا مش عايز أقول أننا يعني إحنا عندنا كل حاجة كل نادي فيه بعض الحاجات الإيجابيات والسلبيات لكن عليك أنك تقلل سلبياتك مش تمشي وراء سلبياتك اللي بتكسبك مدالية خشب وبطولة وهمية ومصانع ونجوم ومواهب مواهب إيه مواهب إيه أما ثلاث منتخبات بيمثلوا مصر رجعوا ورجعوا ليه وما زال بيرجعوا وما زال حيرجعوا خد الجديد بقى محمد ما زال لو حصل كشف ومنتخبات بتسافر في لعيبها هترجع حتى في اللي جاي في اللي جاي يا أقول لك على حاجة تفضل في تزوير وتسليم في البراعم أوكي في تزوير وتسليم في البراعم ده إحنا تخطينا فكرة بقى قطعت الشباب والناشئين كمان نزلنا لتحت نعم تخطيت حضرتك الهدف اللي أنت موجود عليه أو النادي جايبك ليه أو النادي جايبك ليه أنت عايز تكسب بطولة أيا كان أيا كان يا سيدي الفاضل إحنا بنلعب مشات براعم بنلعب مشات براعم وأنا كنت تكلمت الكلام ده بخبرات كبيرة في الإمارات وفي مصر قلت النتائج تحسب على المهارات الأساسية لعناصر كرة القدم طب المناطق فين في الكلام ده تخيل محمد أن أنت فضل أن اللعيبة والمدربين وبعد الفرق بتشوت السنترة ضربة البداية لأتاني الحتة دي بعض الفرق أو أغلبية الفرق أنا بقوليك إزاي الناس بتلعب على النتائج في البراعم اللي هي مرحلة تعليمية بحتة أنا رجل شغلية الكرة بالضبط وشغلتي البراعم والناشئين بيشوت ضربة البداية اللي هي السنترة من الجول لجول يديني عقلك يعني الحكم يسفر يشوت الكرة عشان يجيبها جول من نص الملعب للمرمى عنده واحد شوية مش على ربنا كرمه مسنن ولا مزور فيعمل الشوطة دي عشان يبقى في أول سنة يجايب جول بيجيبها واحد سفر أنت المطلوب منك في المرحلة دي أنك تشتغل على مهارات أساسية تعليمية ثم تنتقل من مرحلة التعليم لمرحلة التدريب سواء الفني أو المهاري ثم تنتقل من مرحلة دي للعراصر البدنية والعراصر التكتكية والخططية هل أنت عندك بلان كقطاع هل أنت علمت لعبتك أن في المرحلة دي أنا مش عايز منك غير أن أنت استمتع بكرة القضب لأنه يبقى برحلة البراعم وتاخد مهارات أساسية تحاول تنفس منها أكبر قدر ممكن ولا أجيب جول من جول الجول وأنا لعب اثنين تلاتة كده في وسط السكة مش بينين وفي وسط العمار السنية دي ضربين وأكسب وأقول أنا كسبت النادي الأهلي وكسبت الأندية الكبيرة والقطاعات بايزة والقطاعات الكتاعات بتتهاجم أما تخسر وما تكسب ما هاشي بيجيب سيرتك هو أنت الكتاع ده معمول لنتائج بس لا ده نتائج ده المفروض الرقم اتنين والسوشيال ميديا تمسك الأندية الخسرانين كسبانين حتى النقد نقد غير بناء حتى اللي بينقضوا ما هالتفاصيل مش وصلة لما كابتن بي ناس غير بناء هالتفاصيل مش وصلة لما كبتن بي كل واحد عنده صفحة كل واحد عمل فيها واسعة الأندية معرفش مين اللي اداروا الحق يعني بعض الناس كده تحس انها واسعة الأندية مصطدى نادي معين ولا ناديين ولا ثلاثة هو واسع عليهم أو واسعين عليهم المفروض يعملوه ولو دورت على تاريخه الشمس ما شافتش دماغه ولا شافت رجليه يعني ما لعبش شورت ما لعبش حتى في حتته كرة شراب وطلعي بيونكد أندية وبيونكد مدرين فنين ليهم باع وليهم تاريخ ومثلوا ناديهم ومبسلوا منتخابات ولعبوا في أفريقيا ولعبوا كاس عالم واحد ما لبس شورت ورا فلنا ينقضك ويقولك أصل المفروض مفروض ايه بيه انت بتكلم في حاجة انت لحستها ولا عشتها ولا لعبتها ولا عندك أي فكر عليها ولا شافت أبعاد كل قصة ان ممكن يكون حد قريبك حد مشاه تخيل فتهاجم ناس بتشتغل وبتتعب وبتشقى وبتبقى من الصبح البالليل في أنديتها وبتحاول تطور كطاع النشقين عندها وبتحاول تدور انها تشتغل وتخلص عشان يبقى عندنا منتخبات قوية وانت ساتك ابنك ماشي ولا ابنك ما وفقش في نادي او ابنك اتقلش او واحد قريبك النادي ماخدهوش فالنادي بعدوه ليك او الناس اللي موجودة دي عدوه ليك على أي أساس على أي أساس التقييم على أي أساس انت تبقى فير وعندك مصدقية وإنسان الإنسانية دي لها معاني كتير قوي محمد غايبة عن الناس كتير في مصر لأسف الشديد غايبة عن الناس كتير في مصر اما تبقى إنسان حيبقى ليك منظور وليك عين شو بيها اما تبقى مش إنسان عينك هتعمى هتبقى شايف نفسك بس وشايف ابنك بس ومش شايف اللي الناس بتشقى تشقى عارف تشقى يعني إيه مدارب البرعم ده محمد عارف أنت المدارس الابتدائي ده أكتر واحد بيتعب في المرحلة التعليمية هو اللي بيعمل الأساس هو اللي بيعمل الأساس هو أنت مراحل التأسيس دي بالنسبة لك ابنك قريبك مشي من نادي ماشوه ما بيحبهوش ظلموه أبضوا ارتاشوا كوسة وصايت أبناء لعبين أبناء عاملين ما فيش في الكرة كده بيه الكرة فضحة لا أنت عندك ملعب الكرة فضحة الملعب كرة الكذب ده اسمه الكاشف للكسب الكاشف للكسب عايز تكشف الكسب الملعب النجيلة إذا كنت مزور أو مسنن أو ما بتعرفش تلعب الناس شايفك أنا حابب بس أوضح النقط دي محمد ليه لإن إحنا بنعاني وحنعاني عندنا شغل كتير قوي إحنا نفسنا نشتغل كورة أنا نفسي أشتغل كورة أنا سايبك تتكلم لأن بصراحة أنا بقول لحضراتكم النهاردة الكابتن بدر راجي في توقيت سوشيال ميديا كلها بتتكلم على الأضايا دي بتتكلم فين المواهب فين اللعبة اللي بتطلع من قطعات الناشرين اللي في الأول موضوع التسنين موضوع التزوير فأنا سايبك كابتن بدر يحكي ويقول إن هو واضح إن جواه كتير لسه عندي تفاصيل تانية وأنا سايبك تقول كل اللي أنت عايز تقوله ولكن نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل أعلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج الترند والفقرة الحوارية الممتعة واللي قلها يعني القنابل وتفاصيل وكواليس مع الكابتن بدر كابتن بدر بالتأكيد يمكن التفاعل كبير على السوشيال ميديا من خلال كل التفاصيل اللي ذكرتها حضرتك وعايز أتكلم بكرة منتخب الشباب مع الكابتن أحمد الكاس عنده أول مباراة رسمية في التصفيات تحت 17 سنة وعنده مباراة مع البلد المنظم منتخب المغرب خليني أتمنى توفيه طبعا لمنتخب مصر ولكابتن أحمد الكاس لكن أنا عزري لأحمد الكاس من قبل ما يبدأ طبعا كاس تحط في حاجة مش بتاعته وده اللي عملتها فيه الأندية اللي بحكي لك عليه بقى أما جي خد لعيبة والرجل على إن اللعيبة دي سلام واعتمد عليها في المشاط الودية وفي المعسكرات اللي عملها ورايح من غيرها يلعب في الطولة قوية جدا عشر لعيبة مرة واحدة خرجوا برأة القيبة خرجوا برأة القيبة عشر لعيبة ده عدد من السواء يعني تمانية ولا عشرة قوام فرقة انت بتكلم في قوام فرقة فالله يكون في عون الكاس وده إحنا كأندية أنا بقول لك أهو أندية عملتها فيه لأن ده مدرب منتخب بياخد اللعيبة هو ماله كسة سن دي القايمة المختصرة بقى اللي سافر بها خلاص يعني من نسبة نهاية يعني ماله بياخد لعيبة مسننة ولا مزورة هو يعرف منين هو شاف لعيب بيقدي عنده سرعات عنده قوة عنده 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 بياخده علي أنه مصر مصر وبعدين يكتشف قبل ما يسافر أنه عنده لعيبة مش هتلعب معاه هيجيب لعيبة يخدها عجاز صعبة نخلت فكر ولا تكتك ولا خطتي ولا اشتغلت مع معسكر واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة واللي يزعل على المعسكرات اللي خدوها ناس ما تستهلش تبقى موجودة وبقت برى المنتخبات طب والراجل بقى اللي رايح بقى بمنتخب مصر نرجع بقى نقول الكاسم اللي يصلح المدربين وحشين مدربين وحشين فيه أما احنا أصلا عملنا له بيئة فشلة غير صالحة قبل ما يروح المنتخب قبل ما يروح يلعب مع المنتخب بيئة فشلة يعني عوامل النجاح غير موجودة إلا توفيق ربنا إلا توفيق ربنا واخد بالك يا محمد وعايز أقولك على حاجة يا محمد يعني أنا عايز أشكر كابتن وليد سليمان وكابتن محمد شاوي وكابتن تامر حفني واشكر مدربيني على إحنا بنكمل يعني شغل اللي بده قابلينا إحنا جاينا نلاقيين فيه أساس موجود إحنا بنكمل شغل لأخرين محاش بيشتغل لوحده لو الأندية عارفت كده والمنتخبات عارفت كده إن أنت بتكمل شغل زميلك أنا كمدرب بعد لعيبة علشان تروح للمنتخبات وتمثل النادي بالتالي مدرب المنتخب يبقى محظوظ جدا أما نبعت له لعيبة بس طريقة دي أنتو بتحربوا مش بتشتغلوا بس يعني لما تلاقي معظم الفرق اللي بتواجهها لما شفت قيمة عشر لعيبة من فرق دون ذكر مش هنذكر أسماء خالص مش هنشتغل راجل حد بس أنت بتواجه فرق منافسين أساسيين لك سنويا في 2005 وال2008 وال2003 قبل كده وتطلع الأعمار السنية دي فيها تسنين وفيها تزوير بالشكل ده ده أنتو بتحربوا مش هنشتغل بس أنت متخيل لما واحد يتمسك في 2003 وال2005 وال2008 عنده كم سنة دلوقتي 14-15 سنة يعني وجاء النادي بقاله 6-7 سنين وانت بخليه في النادي أنت متخيل يعني فين ده مش واحد أنت أنت ما أنا هقول لك على حاجة غريبة جدا يا محمد تفضل أنت دول بس اللي اتماسكوا هم مال اللي في الأندية البيت الثلاثين لعيب وأن الخمسين اللي عيبوا لفلقيت آه اللي منضمش للمنتخب أخبرهم إيه أخبرهم إيه ودوري القطاعات والمناطق أقول لك على حاجة ده سلسلة طويلة في أندية اتكشفت بعد ما لعبتها وقعت ما بتلعبش معها أندية اتكشفت اتكشفت وابتدت تتغلب دلوقتي وابتدت تتغلب دلوقتي تمام ليه لأنك من الأول ما حفزتش على القوام السليم اللي عيبة اللي هي تستهل تبقى موجودة ويتبعت لك يقول لك دول يروحوا ودول ما يلعبوش ودول طب ليه ما يتمش تعميم يا كابتن بدر يعني أنت بدل ما عملت دل المنتخب ليه ما يتمش تعميم مع المسابقة في حد ذاتها والاتحاد يعمل ده أنت بتتمسك مزور دولي أو مصنم دولي ومحلل تلعب في المحلي ما شفتهاش غير في مصر دي غريبة ما شفتهاش غير في مصر ده الطبيعة لما يتم الكشف عن الأسماع ما تلعبش محلي وتبدأ تعمل بقى كشف ظاهرة على كل فرق القطاع أقول لك حاجة عايز ما بقاش فيه تسنين من الآخر يعني النادي اللي يتمسك يقعد سنتين بدون قيد عندك حق أصدب يأثر قديك بقى قديك حاجة تخلي الأندية تفتش وتبقى عندها هي لتدور وتبقى مهتمة جدا اللي موجود ده مية في المية كل حاجة عنده سريمة اوقف النادي اللي يتمسك سنتين قيد ووقف اللاعب أربع خمس سنين على قد ملاعب واسحب منه البطولات المزيفة اللي خدها ويتعرق قدام كل الرياضيين في مصر إن فيه أندية عندها كذا 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 لا يمكن التعامل معها إنما أنت راجل ما بتتعاقبش راجل بتبقى مزور دولي وتلعب محلي راجل بتبقى عندك حاجات انت عارف إنها مش مظبوطة وتقولي لا ده ده سليم الورق سليم ولا إيه اللي سليم ما بيه ولا إيه اللي سليم طب أروح معك للمنطقة دي للمنطقة تانية فضل بقيت أشوف فيه استثمارات في موضوع الأكاديميات والقطاعات والبراعين ده بيبقى فيه منافسة صعبة ولا منافسة ماشية ازاي ولا الاتحاد فيه من الجزئيات اللي زي دي هي في حاجة اسمها استثمار يا محمد في الكرة ممكن استثمت بس في مرحلة معنا في الفريق الأول كنحة تسويقية لكن قطاعات الناشئين الاستثمار تسويق آه مش كده ولا إيه مظبوط يعني انت بي عندك ناشئ بتجهزوا يأم اتبيعوا يأم عارة يأم يلعب في فريق الأول يأم يلعب في أوروبا هو ده التسويق والاستثمار لكن أنا أخد من اللعب فلوس أيوة عشان يتقيد في المنطقة ولا في الاتحاد عشان يلعب كرة وأقول بقى أقول للجماعة دول أقول لهم كلمة واحدة مختصرة جدا في الموضوع ده إذا الكرة مش هتصرف عليك ما تلعبهاش ما تلعبهاش ما تلعبهاش الله خليك لعبها في الجامعة هواية إلعب حاجة تانية إلعب حاجة تانية تبقى أنت مميز فيها أصلا أعرف إن الاستثمار ده يعني إيه أجيب فرقة أصرف عليها أعد لا ما تلعبش عليها حضرتك أنت بتاخد منهم فلوس لا ما تلعبش عليها بياخد منهم فلوس آه ما تلعبش عليها حضرتك بدأ الاستثمار اللي عرف وليه الأمر بيدفع فلوس مسكين عشان ابنه يتسجل ويلعب بطولة زي ما قلت لك مزيفة الموضوع زاد عن الحد شوية زاد جدا محمد أنت بتلعب بطولات في البراعم اللي هي مرحلة التأسيس فيها منافسة عايز يبعندك لعب الكرة ليه عايز يبعندك مواقب ليه بتتقتل بدري أنت بتقتل المواهب بتقتل بدري لأنها بتلعب في مراحل سنية ومسابقات غير مدروسة غير مدروسة ما ينفعش برعن يتحطي تحت ضغط من ست سنين أهو أنا بتكلم في اللي عرفه واللي اشتغلته واللي انجحت به سواء في النادي الأهلي في مصر أو في الإمارات من ست سنين لاربعتاشر سنة مرحلة بناء لللاعب ودأسيس لللاعب مفيش أي منافسة المنافسة بعد سبعتاشر سنة مرحلة التكوين من أربعتاشر لسبعتاشر لسبعتاشر اللي هي بتمدي بعدها سن الاحتراف وتمدي عقد من تبعتاشر السنة مش كده ولا إيه نظبوط هو الفيفا ده بيعمل قواعد وقصص مش عشان يعلمنا ده علم طب احنا ليه حضرتك بنخش في المنافسات غريبة الشكل وفيها مصورين وفيها زي ما قلت لك مصننين وفيها ناس عايزة تكسب وفيها مدرب بيشوت بنصف الملعب يعني أنت الأساس أو الله أو الله العظيم أنت شفتها أكيد تخيل أنت المرحلة التعليمية التأسيسية أنت فقدها من 6 ل 14 سنة يعني 8 سنين أنت بتتعلم كورة أنت بتتعلم كورة تتعلم كورة تخيل أنت فقدها في مصر وترجع تقول لي محمد ما فيش مواهب ما انت قاتل للمواهب حضرتك هي أزمات كبيرة جدا موضوع الاستثمرات موضوع التسنين موضوع التزوير نظرة المواهب تحطهاي عنوان وعندك كل التفاصيل اللي شرحها الكابتن بادراجب الله ينور عليك طيب هروح معك لموضوع تاني وكان برضه طبيق على السوشيال ميديا موضوع محمد رقفط إيه القصة وإيه حكاية ولو عندك ختمها وتقفل الموضوع محمد رقفط لاعب في النادي الاهلي والده طبيعي جدا أي والد يخاف على ابنه الدانة غالي زي ما بيقوله لكن أنا بقولك على لسانه هو أبو محمد رقفط قال أنا قمضي للنادي الاهلي عشر سنين على بياض فمحمد لاعب في النادي الاهلي وابن من أبناء النادي الاهلي كده المرات حسنة ومقيد في النادي الاهلي ومقيد في النادي الاهلي وموجود في فرية 2005 محمد لاعب كويس إن شاء الله أكيد مصلحة محمد ومصلحة النادي حتى تلاكه في نقطة وفي الآخر تبقى مصلحة مشتركة للولد وللنادي لكن محمد ابن من أبناء النادي محمد رقفط إن شاء الله إن شاء الله يبقى حاجة كويسة في النادي الاهلي وزي ما قلت لك هو أهلاوي والده أهلاوي والكلام ده مش أنا اللي بقوله والده قال الكلام ده إن هو يجي بكرة يمضي للنادي الأهلي عشر سنين على بياض الناس اللي بتحور في سوشيال ميديا والناس اللي بتتكلم خليكوا فحلكوا وسيبوا اللعيبة وسيبوا الناس تختار الأندية اللي بتحبها وسيبوا الناس تخلص تخلص للنادي اللي رباهم واللي علمهم واللي كبرهم ما تبقاش أنت تخش تخطب كده على الجاهز كان فيه حد بلعب في دماغ اللعب أكيد طبعا الناس فاضية ما تعمل أنت في أنديتك انت مش عندك تطع ناشئين ما تضرب يا أستاذ ما هو دالة اللي بيحكي لك عليه تتعب شوية ما تتعب شوية بدل ما تقعد تخطب في الأندية بدل ما تقعد تملى دماغ الناس وتضحك عليهم وتقعد تعمل لهم غسيل مخ ومش هيلعبوك ومش هيلعبوك النادي الأهلي أكتر نادي أكتر نادي في مصر طلع لعيبة في أوروبا 14 لعيبة مكتوبة المتحدة كمان بتعملهم عايشات لعيبة النادي الأهلي بيعمل في الفترة الجاية حيبقى فيت عايشات لعيبة في أوروبا النادي الأهلي أكتر نادي ورد للمنتخبات المصرية لعيبة أنا بقولك أنجح منظومة موجودة في أفريقيا وفي أسيا النادي الأهلي هونا ما يبقى عندي حاجة كويسة ليه ما تعلمش منها ليه ما سندهاش ليه ما مشيش وراها ليه أهدمها ليه نبقى ناس بنهدم ها قاتلين للمواهب قاتلين للناس اللي عايزة تنجح بتعطلونا أنت عايزت تعطلنا ليه سيادتك إيه اللي حيجي لك ليه ما نحطش إيدنا في إيدين بعضك أندية ونقوم إحنا عندنا شغل كتير جدا عشان نخدم مصر هو في الآخر الأندية دي مش بتمثل مصر يا جماعة الخير طبعا مش كده ولا إياه الانتماءات يا كابتن بدر للأسف في بعض بيبقى الانتماءات غالبة على شغله يعني انتماءات الأندية تبقى غالبة على انتماءات الوطن هل يحقل للأسف وفي الآخر كنا هلتلاقى يعني اللعيب اللي هو بيلعب في النادي ده مش هيقابل زمينه في المنطقة بمصر في النهاي بيقوده في المنطقة بمصر وهنبقى يا محمد أنا عايز أخلق جو رياضي أنا عايز يعني عايز الأندية تبقى تشتغل رياضة مش عايزين نضحك على بعض إحنا مش في السنة منافسة إحنا مش المنافسة دي بعدين من 17 سنة المنافسة من 17 سنة مش من 8 سنين و7 سنين و14 و15 سنة عملت نفس وعايز تكسب وعايز تقول أنا بطل يا بيه أنت ما بتكسب أنت بطل من ورق بطل من إزاز أي حد يخبطك يكسارك فرص بقى وأنت معي أسألك على موضوع المعيشة دراسته الموضوع ده وإيه القارات اللي تخذتها في الموضوع ده في الملفات الفترة الأخيرة الموضوع ده موجود والنادي الأهلي دايما صباق نعمل النادي الأهلي قبل أنا ما يجي حتى وقبل ما نبقاش موجودين في الكطاع النادي الأهلي طلع لعيبة في التشيك وازالت موجودة موجودين في معايشة في التشيك وليسه عنده إن شاء الله في أوروبا حاجات تانية بص يا محمد ما يبقى عندك رئيس نادي رئيس نادي طربوي ولعب كرة أنا بحب الكابتل الخطيب على المستوى المهني يعني أقول زي ما أنت عايز وما ليش دعب الشغل أنا أمشي بكرة ما عنديش مشكلة لكن حفظه لحب الكابتل محمود الخطيب والناس اللي بتحب تخدم كرة القدم والناس اللي كانت موجودة قبليه والناس اللي عاديه بعديه ليه؟ أما يبقى عندك رئيس نادي عارف يعني إيه كرة قدم أنت ما تخيل بتتعامل مع لغنية كرة لعيبة كرة لكن لما بتتكلم مع ناس ما لعبتش كرة كل حياتها إزاي تكسب فلوس ما لهاش دعوة يعني الموضوع صعب الموضوع صعب جدا فيه ناس بتبني لأنديتها وبتخدم أنديتها وعلى رأسها كابتننا وكابتن مصر وأسطلتنا كابتن محمود الخطيب وأنا بقول لك مش بقول كده عشاني موجود في النادي الأهلي هات كلها حديثي هتلاقييني طول عمري بحب كابتن محمود الخطيب لأنه رياضي من التراز الأول نادي الأهلي نادي رياضي رئيسه نادي رياضي وبشجع الأندية اللي عندها رؤساء ناديها اللي عايز بقى عنده فكر يضيفه النادي مالوش دعوة أنت موجود في الحدث واللي مش موجود اللي بيخدم النادي ده بيخدمه أمحمد وهو بره النادي مش بجوه نادي مش معنى أنه شغال في النادي الأهلي أخدم في النادي الأهلي لو مشيت من النادي الأهلي بكرة أي حاجة تخص النادي الأهلي أنا هعملها لأنه أنا عارف أنه في الآخر هتعود على مصر أنت أما كابتن بيقول لك أنا عايزك تعمل لعيب الفريق الأول عمره ما دور أنه يدور لك مين كسر قطولة أو 2005 عمل إيه أو 2006 احنا عايزين نطلع فريق أول عايزين نطلع لعيب الفريق الأول ما هو شايفينه حتى ما هو 16 وريته كده لكن مش عايزة طلع لعيب انهزامي بس بقى مش عايزة طلع لعيب مع دوم الهوية والشخصية انهزامي بس هو بتغلب إزاي بتغلب مع ناس مع أبو محمد وابو إبراهيم وابو حامد الناس الكبيرة في السن كابتن بدر انت نورتني وشرفتني وحوار ممتع جدا معاك ويمكن ألقيت قدر بقنابل مهمة جدا في المشاكل القطاعات والحلقة دي مش هتبقى كفاية أكيد في الفترة جاء يكون فيه سلسلة من الحلقات كل فترة عايزة أقول حاجة محمد أبو المتني هي بعد إذنك أنا عايزة أشكر الكابتن علي نبيل لأنه فعلا متصدي لكيسة التزنين والتزوير بشكره وبقوله ربنا معاك ويكمل على كتلك أكيد وحنا كمان بنشكرك وموفقين يا رب بإذن الله في القطاع كابتن بدر وكابتن محمد شاو وكابتن وليد سليمان وأكيد يبقى فيه سلسلة حلقات الفترة الجاية انتبه معاك كل الملفات دي إن شاء الله شكرا جزيلا لكابتن بدر رجب كان كلام مهم جدا على قطاعات النشئين التسنين التزوير المراحل السنية مراحل القطاعات المنتخبات بتتأثر إزاي الاستثمارات اللي بتحصل دولات فرق القطاعات والبرعم إزاي لها دور سلبي على المواهب اللي ما بقيتش موجودة في القرى المصرية دايما في الترند بنشوف قضايا وملفات بتبقى توبيك على السوشيال ميديا وبنناقشها مع أطرافها ومع مصادرها ودايما المستمرين أكيد في فتح ملفات مختلفة في كل فقرات برنامج الترند في الأيام المقبلة في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإن المشاهدة وغدا حلقة جديدة مليئة بالأخبار والكواليس وأيضا القضايا اللي بقيت أكيد عن اطرافها في الفقر الحورية في برنامج الترند شكرا وإلى اللقاء